توترت العلاقات السياسية بين الجارتين سوريا وتركيا فدب الشلل في مفاصل العلاقات الاقتصادية بينهما حتى باتت الشركة التجارية الأكبر من نوعها في المنطقة على وشكل انهيار هكذا وصف اقتصاديون سوريون وأتراك الوضع الاقتصادي بين البلدين التدهور الذي جاء على خلفية الموقف التركي من القمع الذي يمارسه النظام السوري ضد المتظاهرين وما تلاه من تلويح تركي بفرض عقوبات اقتصادية على سوريا وصل ذروته بعد الاعتداءات الأخيرة على السفرة والقنصلية التركية في سوريا واحراق العلم التركي تركيا أعلنت بعد هذه الأحداث وقف التعاون مع سوريا في مجال النفط ولوحت بوقف امداد سوريا بالكهرباء اقتصاديون أكدوا أن الأرقام الرسمية بدأت تشير إلى تراجع كبير في أحجام التباذل التجاري بين البلدين ولسيما بعد أن تخلت شركات تجارية تركية عدة عن تنفيذ مشاريع استثمارية في سوريا تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار حيث كانت تركيا تعد أكبر شريك تجاري غير عربي لسوريا السياحة بين البلدين كان لها نصيب أيضا من التوتر في العلاقات فشركات السياحة التي كان بعضها يسير يوميا أكثر من عشر حالات جوية باتت عن الكسادة التامة وفي محاولة للخروج من مأزق العقوبات الاقتصادية التي قد تفرضها عليها دول الجوار بدأت سوريا في استكشاف أفق التعاون الاقتصادي مع دول بعضها يقع في الطرف الآخر على خريطة العالم مثل أمريكا اللاتينية وإفريقيا وجنوب آسيا دول قد تبدو إقليميا بعيدة بعض الشيء إلا أنها قد تمثل توقع نجاة لسوريا في حال تم تضيق الخناق الاقتصادية عليها علي أعزدين العربية